أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على مجموعة إرهابية فجرت انبوبا نفط في نوفمبر الماضي وأشارت الداخلية البحرينية إلى أن أعمال التحري أسفرت عن تحديد هوية المتورطين في هذا العمل الإرهابي والقبض على أربعة منهم وأشارت إلى أن اثنين من المقبوض عليهم تلقي تدريبات مكثفة في إيران في معسكرات تابعة الحرس الثوري الإيراني وأوضح بيان الداخلية البحرينية أن المتورطين في هذا العمل قاموا بالتنسيق مع قيادات إرهابية هاربة من البحرين موجودة في إيران وأشارت إلى توفير أدلة مادية ورقمية تثبت تورط تلك العناصر في هذا العمل إضافة إلى القبض على عدد من العناصر الإرهابية التي شاركت في التمويل والتخطيط